السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أستاذ شاهيد السلام عليكم أستاذ حانان ماذا خباركم؟ ماذا خبار ولداتكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله معكم الأخت سيهام مستفيدة من دينة الدار البيضاء استفدت من الدورة التكوينية اللي كيديرها الأستاذ شاهيد الدورة اللي كتكون عن بعد في مركز شاهيد موض في هذا الفيديو إن شاء الله كانت تقدم بالشكر الخالص والخاص للأستاذ شاهيد والأستاذ اللي في الحقيقة في المستوى والأستاذ اللي خد بيدي وشجعني وعلى يدو تعلمت الفصالة والخياطة حتى وقفت على رجلي والأستاذ اللي مازال طامحة وأنني طامحة فيه باش نوصل لأكثر بإذن الله باختصار قبل ما نبدأ في الدراسة عن البعد والأستاذ شاهيد كنت كان خدمة الرنضة الرنضة بجميع الأشكال لها الرنضة بالبريد الرنضة بالعقيق والطرس الحبيك كانت سيدة كتجيب لي مثلا القميص والقفطان مفصل ناضي وأنا كنت خدمة الرنضة فيه بعض المشاكل كانوا يلقوها الأخوات في الفصالة وهم اللي شجعوني وقتارحوا أنني نفصل لأولا كنت خايفة حيث عنديش أنا لكوغاج مع المقص كان خاف من المقص ولكن من البعد مني بقوا وكي طحوا المشاكل كثيرة في الفصالة كل شيء يقول لي لماذا لا تخصيش أنت وتخيلت ترى نظر راسك وفعلا الحمد لله توفقت وقلبت في الانترنت ولقيت العنوان دي الأستاذ شاهد ومثل ما بدأت الرحلة ديالي مع الخصالة والخياطة الحقيقة في الأول ما كنتش متخوفة نهائيا مع التعليم عن مبعد حيث كان لك يقول لك تعليم عن مبعد ما كتوصلش المعلومة نهائيا ما كينش هدل الهضرة مع الأستاذ شاهد من أول مكالمة هاتفية حسيت معها بالجدي يعني كان جدي في الهضرة دياله شجعني ومشا شرح لي البرنامج اللي كان عبارة عن طروس كان كيرسلها عن طريق يعني على شكل فيديوهات ديك الفيديوهات كان حاولوا كان يعطيهم لينا كان خدموهم ومن بعد كي شرح لينا أي حاجة ما كانش نهار كيعطي فيديو ونهار الشرح يعني ثلاثة ديال فيديوهات في السيمانة والأيام الأخرى كان نكملوها بالشرح وكان اللي شرح لنا الغموضات اللي كانين كان حاول يعني كان نخدمو عليهم كان نسجلهم في الدفتار كان نطبقهم على الباترون على التوب إما بالقياسات المصغرة اللي هو اللي الحمد لله علمنا كيفاش نصغر الموضيل حتى نطاح فيه يعني نفس الموضيل كي يكون بقياس مصغر أو بالقياسات الحقيقية لكان الإنسان بغي يخدم التوب على التوب يعني عادي ويخدم موضيل مزيان فضل الله عز وجل الحمد لله لقيت في الصراحة اللي بغيت مع الأستاذ اللي في حقيقة أستاذ في المستوى فهذه الفيديوهات هي شرحة بطريقة جد مبساطة ومدراجة تيوصل المعلومة يعني كيفما بغت تكون درجة صعوبة ديالها والمهم المهم المهم في هذا الشي كامل أنه في درجة الواجيز تيعطي الأكبر عدد من المعلومات ما تيضيعش نهائيا الوقت أنا البروغرام اللي دار معايا في خمس شهور تقريبا والله أعلم لكون درتو في شيء اللي غادي نكون حضوريا الله أعلم كنت ديرو في عامين أو أكتر الله أعلم المهم أنه ما تيضيعش نهائيا المعلومة يعني الوقت كيوصل المعلومات يعني بالحدافر ديالها حاجة رخصة نأكد عليها أنه ضروري وضروري من التزام والإسرار يعني أستكدر اللي عليه ولكن يعني الطرف الآخر أو المستفيد خاصة تكون شوية ديالإسرار والجدية والجتهاد باش باش يقدر يوصل بحيث أنني كان قدر نقرأ الفيديو مرة وجوج وثلاثة نفهم زيان كنسجل كل الكبيرة وصغيرة باش ما كانت بشيلت تشي حاجة كانت كان كان نطبق يعني دك الدروس على موديلات اقتراحي كان حطهم أناية ودائما الأستاذ شي الحقيقة حاضرة كان اقتراح الموديل كيف سر لي الغمود اللي كينين فيه فهمت كان نصيفت ليه ما فهمش كي يصوب ليه يعني كيوجد ليه فيديو خاص كيشرح ليه فيه بالتفصيل كل حاجة ما فهمتهاش وفي الحقيقة بتشجيع منه وبالإصرار ديالي يعني يعني فضل الله قبل كل شيء هات شي الحمد لله وصلت لوحد شوية مع ذلك كنقول ماذا ما وصلش بزيان بي الحمد لله وشكره لله احنا ماشيين اه لدرجة انه بتشجيع منه الصراحة وبتشجيع منه من الزوج الجيالي اللي كنشكره من هذا المنظر والله جزيبه خير كيساعدني الله يخلي له صحيحته فكرنا نويه ومع الأستاذ شاعد أنا نبدأ في مشروع ونزيد باب الامام ونحقق واحد طموح كان عندي قديم انني نكون عندي واحد يعني كندخل منه دخل خاص ولما لا لان الانسان اه عايش يعني خاصه يسترزق الله وخاصه ياخد فلوس اه الحمد لله كنت بادية بماكينة قديمة ويعني ومني شجعوني شريت بيكوز ويعني ثلاثة اللي ماشين بيكوز وسورجيتوز وكولتوز بديت بهم واحد مشروع بسيط الحمد لله اه بديتوهم من بيت ديالي والله ما لك الحمد يعني بديت كان ناخد من عند الاهل من عند الاصدقاء ودائما باستشارة مع القسة الشاهيد في اي غموض في اي موديل كنتجح في اني نوصل للنتيجة اللهم لك الحمد مرضية اه هادو بعض الموديلات يعني انا كندويوا بعض الموديلات كيدوزو بعض الموديلات اللي اه يعني خدمتهم والحمد لله انتم ما كتشوفو يعني اللهم لك الحمد للموديل كي طلعت زوين ورائع اه اش هنقول لكم باش ما نطولش عليكم اه شكر جزيل لأستشاهيد شكر لزوجيه لي الله جزيه بخير شكر لأستدحانان اللي فقمان عيط ليها في صراحة كتجاوبني الله جزيها بخير هي تهيك دائما حاضرة شكر لجميع الطاقم لك يساعد الأستاد كنتمنى لكم الاستمرارية الله يجعل هاتش كله في الميزان الحسنة ديالكم وصلح ليكم وليداتكم خلي لكم صحيحتكم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى جزيلا بس избرات DAVID ترد منكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة